بلدية سطارة في أقصى شرق جيجل أكثر المناطق تضررا بحرائق الصائف الماضية اختيرت هذه المرة لانطلاق الحملة الثانية لتعويض الفلاحين اللي فاتت في السبتمبر هي خاصة بالحيونات اليوم رأنا في عملية تعويضات صروة النباتية رأنا في انطلاق العملية تعويضات صروة النباتية رأنا هنا في سطارة بدناها بداية دائرة سطارة لأن السطارة هي أكبر دائرة لسجيل خسائر معتبرة لذلك لدينا أكثر من 12 ألف شجارة الزيتون في المنطقة هذه يتخدموني على نفس الدياسا هناك دائرة هو رياليزاترية بعد مقام واجتماع الدياسا مع الگروب جيجير والوزارة الفلاحة لقد أخذت أن الرجر بابور أو ججر هو الذي يتكفل بالتعويضات هذا عدة مستطمرات فلاحية ستعرف نفس العملية لتشمل كل البلدية التي مستها الحرائق كما وعدت الدولة الجزائرية تعويض كل المتضررين نحن اليوم نشرع في هذه العملية طبعا سيد والي الولاية قام بإنشاء لجنة تكفلت بإحصاء جميع المتضررين كل المتضررين على مستوى الولاية لعددهم 404 متضرر سوف يستفيدون من الشجيرات التي أتلفت خلال الحرائق وكما تعلمون أن العدل الإجمالي للأشجار يتفوت 16 ألف شجيرة من بينها 10 ألف شجيرة من نوع الزيتون الفلاحون من جهتهم باركوا هذه المبادرة التي ستعيد الإخضرار لمناطق كانت في يوم ما مجرد رماد تحرقنا زيتون وتحرقنا نحلو وتحرقنا حويش بزيف نحن بكينا صارتنا دي بروبلام كبار الحمد لله درك السلطة صارتنا دعمتنا بالزيتون ونحن رأينا الفرصة هذه ما نطلق لها من يدينا رأينا ننتبعها حتى للنهاية هذا وينتظر أن تستمر هذه الحملة إلى نهاية الشهر لتكون سندا لعشرات الفلاحين تكبد خصائر كبيرة خاصة ما تعلق بأشجار الزيتون ترجمة نانسي قنقر